تخلص من ديونك أسرار مالية نكشفها للمرة الأولى بهذه الحلقة نحن وياكم رح نقش أولا التقرير الذي صدر مؤخرا عن الاحتياط الفيدرالي بنيويورك واللي عنوانه كان الأمريكيون غارقون في ديون بطاقات الاعتمان ثانيا بل نحكي عن كيفية التخلص من ديون بطاقات الاعتمان أو الكريدت كارت وأيضا شو هي بطاقة تحويل الرصيد دون فوائد أو كما تعرف باللغة الإنجليزية 0% balance transfer card وأخيرا رح نستعرض أفضل الخيارات الموجودة حاليا ومميزاتها بناء على تقرير صدر مؤخرا من الاحتياط الفيدرالي بنيويورك تبين معهم أنه ديون بطاقات الاعتمان للأمريكيين لأول مرة بتوصل أو بتتعدى حاجز لتريليون دولار وبتفاصيل هذا التقرير كان عم بيتوصل أنه بالربعة الثانية من عام 2023 ديون الأمريكيين على بطاقات الاعتمان على الكريدت كارت وصلت للـ 1.03 تريليون دولار وهيدي لأول مرة بصير هذا الموضوع ليس بس هيك ديون المنازل أو الـ household دابت بالولات المتحدة الأمريكية ارتفعت بهذا الربع بنسبة 1% وإذا عم نحكي كأموال بشكل عام وصلت ديون الأمريكيين حاليا أو الـ household يعني ديون المنازل لـ 17.06 تريليون دولار تريليون دولار معتي أيضا عم بيقولوا أنه ديون المنازل لأمريكيين ارتفعت بشكل كبير جدا منذ عام 2019 لعام 2023 بس من 2019 لـ 2023 زادت ديون المنازل بأمريكا 2.9 تريليون دولار مش بس هيك بيظل ارتفاع الديون اللي عم بيواجهها الشعب الأمريكي كمان بشكل مرافق لأله هناك ارتفاع كبير جدا بالفوائد الـ interest rate كمان ارتفعت وصلت لمستويات مش شايفين ان احنا من 22 سنة بيسموها all high 22 سنة يعني بـ 22 سنة هيتدق أعلى مستوى عم تصل له الفوائد باللات المتحدة الأمريكية لأنه بشكل عام المعدل الوسطي للفوائد على الاقتمان أو بطاقات الاقتمان حاليا لأمريكا هي 20.53 20.5% بناءًا على بنكريت لآخر خمس قوارترز بآخر خمس أرباع يعني هن بيسموه الربع الأول من السنة ربع الثاني بآخر خمس أرباع إذا نحن أبداً نسميهم بآخر خمس قوارترز الديون على بطاقات الاقتمان بالولاد المتحدة الأمريكية ارتفعت بشكل هو بيعتبر الأكبر منذ عشرين عام بالولاد المتحدة الأمريكية أيضاً بناءًا على هذا التقرير الذي صدر من الاحتياط الفدرالي بنيويورك طيب مش بس هيك للأسف الشديد حتى التخلص بالدفع أو الدليكونسي بهيدي الفئتين بفئة الكردت كارتز بطاقات الاقتمان ديون على بطاقات الاقتمان والأوتولونز الديون أو القرد اللي عم ياخدوا العالم للسيارات كمان هي الأعلى منذ الربع الأول من عام 2012 والربع الأول من عام 2018 طيب هيدا كله عم بيصير بوقت متل ما بتعرفوا كان هناك خطة بالولاد المتحدة الأمريكية قدمتها إدارة الرئيس بايدن لإعفاء القروض الطلابية الفدرالية هذه الخطة فشلت نتيجة قرار الذي صدر من المحكمة الدستورية العليا ومثل ما بتعرفوا أيضا أو ما بتعرفوا نتيجة جائحة كورونا صار فيه شيء اسمه باز أو وقف على الدفعات الخاصة بالقروض الطلابية لما يقارب السبعة وثلاثين مليون طالب برواية المتحدة الأمريكية صار لهم ثلاث سنين ما عم يدفع طيب هيدا الموضوع مش للأبت للأسف الشديد هيدي الديون وتراكم الديون خلف عن دفع الديون عم يجي بوقت سبعة وثلاثين مليون طالب برواية المتحدة الأمريكية مطلوب منه أن يرجع يبلش ويعملوا دفعات على القروض الطلابية الفدرالية ابتداء من أكتوبر 2013 خلال شهر ونص مش معقولي أنا أحكي عن مشكلة عم بتصير وعم بيواجهها الشعب الأمريكي ككل بكل فئاته وبكل يعني جنسياته وأعراقه مش معقولي ما نحكي عن حل وأنا هدف الحلقة اليوم أنه نحكي عن حل ونعطيكم حلول لهذا الموضوع إذا حيلا وحب منكم عم بيواجه ديون على بطاقات الاعتمام كيف فيكن تواجهوا هذا الموضوع وكيف فيكن تتخلصوا من هيد الفوائد فخلينا نروح للقسم الثاني من الحلقة هي الحلول بس بتمنى منكم يعني كثير مهم نعمل شير ومشاركي لهيد الحلقة خلي أهلنا من الجالي اللي عم بيواجهوا هيد المشكلة واقعين بمشكلة الديون وغارقين في الديون أنه يكون عندهم حل فمنهم تابعنا يتابعنا مجانا اللايك وفولوه على فيسبوك وإنستجرام وتيك تاك وسبسكرايب على يوتيوب لحتى تقدروا تستفيدوا من المحتوى اللي عم نقدم الكنية طيب في شيء اسمه بالولايات المتحدة الأمريكية يا أخواننا 0% بالانس ترانسفر كارت يعني بطاقة تحويل رصيد دون فوائد إذا بدي ترجمها أنا باللغة العربية هذا أمر قانوني 100% يعني هلأ طلع على جوجل كتوب 0% بالانس ترانسفر كارت بغري بطلع لك خيارات طويلة عليك بس خليني أنا أشرح شو هي هيدي بطاقة تحويل الرصيد دون فوائد مثل ما هو اسمه بيقول هو إذا أنتو عنكن ديون على بطاقات الاقتمان على الكادة الكارت حاليا وعم تدفعوا عليهم ما عم تقدروا تدفعون وبالتالي عم تدفعوا فوائد وهالفوائد عم تتراكم والدين عم بيطلع نتيجة هيدا الفوائد وحاسين حالكم عم تغرقوا هيدا الخيار اللي هي بطاقة تحويل الرصيد دون فوائد بتخليكم تتخلصوا من الديون تبعكم بشكل مؤقت لفترة تتراوح ما بين 12 شهر لـ 21 شهر وبتسمح لكم وبتعطيكم فرصة أنتو أنه تدفعوا لديون تبعكم بدون ما تدفعوا فوائد عليهم أكيدة لما أنتو بكنت تستعملوا هيدا الخيار بيكون هناك سقف أو لمت بيسموه لحجم الدين دي أنتو فيكن تتحولوا كله بيعتمد أنتو على على درجة الاقتمان تبعكم وغيرها من هيدا الموضوع راح تحدث أنا عنها وبمعظم الأحيان بيكون فيه شي رسوم اسمه رسوم أولية بيسموه هني رسوم أولية أول ما أنتو بتفتحوه لهيدا الكارت أو للبطاقة طيب خلينا نحكي بشكل عام كيف فينا نأقي أفضل خيار لبطاقة تحويل الرصيد شو هن الشغلات اللي لازم نطلع عليها أول شغل بنا نطلع عليها متطلبات درجة الاقتمان أو كما تسمى باللغة الإنجليزية بمعظم الأحيان يا أخوان بطاقات تحويل الرصيد اللي حتعطيكم 0% فوائد بدهم درجة اقتمان تكون جيدة أو مميزة يعني بدهم درجة اقتمان تكون أو ما بين 670 لل739 أو 740 وما فوق حيالله واحد عنده درجة اقتمان بيقولوا لا فار يعني لا بأس بها يعني ما بين 580 لل 669 أو سيئة اللي هي تحت ال 580 بمعظم الأحيان ما بعتقد ممكن إنه تحصلوا على بطاقة تحويل الرصيد مع 0% فوائد بس أنا بالنسبة لإله مش غلط تحاولوا مش غلط تسألوا هلأ هؤلاء الأشخاص في بداء اللي أقلون كحل إذا ما ظبط معكم ال 0% في شيء اسمه personal loan قرد بتاخده على اسمك أو على اسمك بنحكي عنه بعدين بحلقات تانية طيب هيدي أول شغلة بنطلع على درجة الاقتمان تابعنا تاني شغلة بنطلع عليها إخوانا شو هي الشروط تابعوا لهايدي البطاقة بطاقة تحويل الرصيد في أربع شغلات نحن بنطلع عليها بشكل عام أول شيء قديش الحد الأقصى اللي بيسمحونا فيه إنه نحن نحول يعني قديش الحد الأقصى أو الصقف الديون اللي بيسمحونا إنه نحولوا عليها هيدي أول شيء تاني الشيء قديش المدة تبع البلا فويت أو بيسموها period for 0% APR يعني قديش سامحين إنه نحن نضل هلية تولها 12 شهر 15 شهر 19 شهر 21 شهر بدون ما ندفع فويت أكيد كلمة تعلى الفترة كلمة أحلى لأنه بيعطونا وقت أكتر لحتى ندفع مزموط ولا لا هيدي تاني شغلة تاني شغلة قديش هو النافذة اللي يعطيكم إياها لحتى أنتم تحولوا الديون بيسموها time frame to transfer your depth يعني قديش معك وقت أنت معك 60 يوم لحتى تحول الديون تبعك معك 3 شهر 4 شهر 10 شهر لحتى تحول هيدي الديون هيدي كتير مهمة أيضا وآخر شي قديش الرسم الأولي يعني أو الرسوم الأولية أو الترانسفير فيه الأولية لما أنا ببعث أو بحول هيدي الدين بمعظم الأحيان بيكون ما بين 3% لـ 5% وفي يعني حالات قليلة بيكون على سبيل المثال للحصر في كارت أو بطاقة اسمها Wings Visa Platinum Card هايدي البطاقة بتخليكن أنه أنتو تحصلوا على 0% يعني فوائد يعني ما في فوائد بطاقة تحويل الرصيد بدون فوائد لمدة 12 شهر فقط نقني حتى 12 شهر إذا أنتو قادرين تتفعوا ديونكم خلال 12 شهر وما بياخدوا رسوم أولية أو ترانسفير فيه بالأول بالانس ترانسفير فيه اللي هي ما بين 3% والـ 5% عن مواصفات البطاقة تحويل الرصيد أو الديون بدون فوائد شهي المميزات الجيدة طيب أنا كمان عملت بحث وطلعت على بعض المؤسسات المالية اللي هي عم تقترح يعني حاليا شهي أفضل بطاقات تحويل الرصيد أو الديون بدون فوائد هلأ الموجودة هلأ بالسوق يعني بتاريخ صدور هيدا الفيديو بأغسطس 2023 طيب أنا أصمتهم على 3 فئات بطاقات بيعطوكم بدون فوائد لـ 21 شهر بدون فوائد لـ 15 شهر وبدون فوائد لـ 15 شهر أنا بس لحتى أعطي مثل ديسكليمر أنا لا بشتغل لا ولا بنك منهم ولا لمؤسسة مالية منهم هيدا بحث هيدا اقتراح فيكم تمشوا في فيكم ما تمشوا في وأكيد هيدا لا بيعتبر لا استشارة قانونية ولا استشارة مالية ولا استشارة اقتصادية هلأ بس اقتراحات نحن عم نحاول نساعد الجالية فيها طيب نبدلش أول شي البطاقات اللي هي بتعطي خدمة انه تحويل الرصيد بدون فوائد لـ 21 شهر في ثلاثة لقيتم انه منع حاليا في واحدة اسمة City Simplicity Card Wells Fargo Reflect Card وCity Diamond Preferred Card طيب خلينا نحكي بس على كل فئة رح اخذ واحد منه انه اشرحه City Simplicity Card بيعطيكم هو ما علي رسوم سنوية أو الانوال فيه سفر رسوم سنوية بيعطيكم أربعة شهر ترانسفر ويندو يعني عايقون أربعة شهر لحتى تحولوا الديون اللي انتوا عنكن ياها ما في ريووردز عليه ما بيعطوكم كاش باك عليه ما في ريووردز سفر بالمية انترست على المشتريات اللي بتعملوها بأول 12 شهر معكن لـ 21 شهر بدون فوائد بس يخلصوا الـ 21 شهر الفائد بتصير ما بين 19.24% لـ 29.99% بعد 21 شهر طيب شو هي الخيارات يو اس بانك فيزا بلاتينوم كارد وفي شي اسمه ديسكوفرات بالانس ترانسفر خليني احكي عن ديسكوفرات بالانس ترانسفر كمان سفر آنوال فيه وفي رسوم سنوية بدون كريدت سكور بطائر درجة اعتمان ما بين 670 لـ 850 هدا هي اللي بيقبلوها عليا ريووردز برجع لكم كاش باك وريوردز ما بين 1% لـ 5% معكن 0% سفر فوائد للمشتريات اللي بتعملوها بأول 6 شهر وبس تخلص الفترة اللي هي 18 شهر بدون فوائد الـ interest بيصير الفوائد على الكارد بيصير ما بين 17.24 لـ 28.24 كمان هناك خيارات بتعطيكم فوائد بدون فوائد لـ 15 شهر يعني كمان بطاقة تحويل الرصيد او تحويل الديون بدون فوائد لـ 15 شهر كمان هايدي اللستة Capital One Saver One Cash Reward Credit Card Chase Freedom Flex Chase Freedom Unlimited American Express Cash Magnet Card Blue Cash Everyday Card from American Express Wells Fargo Active Cash Card City Custom Cash وأخيرا The Bank of America Unlimited Cash Reward Card بهذه الفئة أنا بدي أحكي عن كارتين كمان أعطيكم معلومات عنه الأول كارت بدنا نحكي عنه Amex Everyday Credit Card هيدا مافي عليا رسوم سنوية 0% Anual fee بيعطوكن ريووردز عليا معكم 15 شهر بدون فوائد وبعد 15 شهر بتصير الفائدة ما بين 18.24% ل29.24% كارت التاني بدي أحكي عنه Chase Freedom Flex كمان مافي رسوم سنوية الرسوم الأولية أول ما بتعملوا التحويل تبع الديون هي 3% إلى 5% إذا بعضتوا هيدا الديون خلال فترة 60 يوم بعد 60 يوم كل تحويل بتعملوا الرسوم عليه 5% وكمان هيدا ل 15 شهر بدون فوائد بعد 15 شهر فوائد بتصير ما بين 20.24% ل28.99% مجددا هيدا بطاقات موجودة وفي غيرة يعني خيارات ولكن حسب البحث اللي نحن عملنا بالريسورش نتبين انه هيدا أفضل خيارات المتوفرة حاليا بدي ديون وعم بيدفع علي على بطاقات الاعتمال وعم بيدفع علي فوائد عالي كتير هيدا أفضل خيار لإلكم انه تطلعوا على 0% على بطاقات تحويل الرصيد او الديون بدون فوائد بس كتير مهم انه كمان تعملوا حسابات كون هل يترى انتو قادرين تعملوا الدفعات تبعاكم وتتخلصوا من الديون خلال الفترة اللي هني عاطين كون اياها بدون فوائد ان كان ما بين 12 شهر ل 21 شهر عملوا حسابات كون بس حتى كمان اذا انت او انت عم بتوفروا فوائد من 12 ل 21 شهر وليش لا مش غلط عم بتوفروا ألافات الدولارات كتير مهم هذا الموضوع فتطلعوا علي وشوفوا وعملوا حسابات وشوفوا هل يترى هذا الموضوع مناسب لإلكم اي ولا لا انا عطيتكم بعض الخيارات للبطاءات الموجودة بالسوق بس كمان انتو فيكم تعملوا بحث الخاص فيكم وفيكم تطلعوا على البطاءات لانتو بتناسب كم بس تذكروا طلعوا قديش المد اللي عبي يعطوكم ياها بدون فوائد قديش الرسوم الأولية وغير من الأمور اللي قدتلكم أنا عنا ببداية الحلقة مجددا هذي مانا استشارة مالية او اقتصادية وانا معلومات عامة عسى انه تفيد أبنائنا أبناء الجي نتمنى انكم تعملوا مشاركة لهذا الفيديو على أوصع نطاق وما تنسوا تتابعونا بشكل مجاني على وسائل التواصل الاجتماعي لايك وفولو على فيسبوك انستجرام وتيك توك وسبسكرايب على يوتيوب كما يكون حسين هشم من قناة شوالأخبار إلى أنقاءكم بحلقات مكبلي من هذا البرنامج وبرامج أخرى إلى اللقاء وبرعاية الله